موسيقى منح رحيل طارق العشر إلى نادي المصر خلال فبراير الماضي الفرصة للمدرب العام محمد حليم لتولي مهمة الرجل الأول في نادي حرس الحدود أملا في السير على نهج سلفه الذي تولى المهمة في ظروف مشابهة عام 2006 وحقق معه الفريق نتائج زاحمة بها الكبار وحقق أكثر من بطولة موسيقى قرار الحكومة المصرية بعودة النشاط الكروية سيكون فرصة للمدرب الواعد لإثبات أحقيته في المنصب بعد أن حرمه توقف الدوري من قيادة الفريق في أي لقاء منذ إعلان إدارة الفريق تعيينه مديرا فنيا في العشرين من فبراير الماضي موسيقى حليم الذي تولى منصب رئيس قطاع النشئين في الحرس عام 2018 عاد للفريق الأول في سبتمبر العام قبل الماضي عندما اختاره طارق العشر مدربا عاما ونجحا في تحقيق نتائج ممتازة وسهما في بقاء الفريق بالدوري بحصوله على ثمانية وثلاثين نقطة أنهى بها الموسم الستين في المركز الثاني عشر رغم بدايته المتعثرة مع عماد سيليمان موسيقى كان حليم قد تألق كلاعب في صفوف حرس الحدود منذ عودته للدوري الممتاز عام 2002 ودافع عن ألوان الفريق لمدة ثلاثة عشر عاما وكان قائدا للجيل الذهبي الذي توج بلقب كأس مصر عام 2009 على حساب امبي ثم حافظ على اللقب في الموسم التالي أمام الأهل وبينهما توج بكأس السوبر عندما تفوق على الأهل أيضا بثنائية أحمد حسن مكي وأحمد عبد الغني كيف استقبل مع لاعبيه قرار عودة الدوري؟ وهل فترة التوقف الطويلة ستؤثر سلبيا على المستوى الفني للمسابقة؟ ماذا عن فرص الفريق في البقاء بين الكبار هذا الموسم؟ وما أهم ما ضار خلال اجتماع اللجنة الخماسية مع مدرب أندية الدوري اليوم؟ محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود يجيب على هذه التساؤلات وغيرها مع شبير في ملعب أون تايم